اههههههههههههههههههههههههه تخيلوا معي يشي مرض قتل عضو من الأعضاء والحال الوحيد للعيش هو التعود دك العضو مع الاسف ما كانش بزار ديال الناس ليقابلين بهاد الفكرة في المغرب ولكن الحال سهل نتقيدو في السجل الموافقة كان جوج ديال الاحتمالات وغادين هضروع ليهم بجوج مزيان الولا كان عطيو فيها الأعضاء احنا حين والثاني حتى مور لموت بالنسبة للتبرع بالأعضاء في الحياة وعلى حسب المادة 9 دي القانون 16-98 أي مغربي ولا مغربية فوق 18 العام وبصحته من حقه يتبرع بالأعضاء دياله لشي واحد من العائلة دياله أهم حاجة أن الموافقة تكون عند الرئيس المحكمة الإبتدائية اللي تابعين لها باش يتأكد أنه ما تبزز عليها تواحد أما بالنسبة للتبرع بالأعضاء مر الموت كتقول المواد 13 حتى 15 ديال نفس القانون أن أي واحد فوق 18 العام وبصحته من حقه يعطي الموافقة واللي احترف عند الرئيس المحكمة الإبتدائية اللي تابعين لها المهم هو يكون تبرع فابور سري وباقتناء كيفاش كيترجم على الأعضاء؟ من غير الموافقة خاص مازال التحاليل والترخيص ديال الفرقة طيبية مختصة أمور هاتشي كامل كيوجدوا السيد ولا السيد اللي بغوا اعطيوا العضو ديالهم وكيدوزوا من المراحل اللي كيدوز منهم أي واحد بغا يدير عملية جراحية أما بالنسبة لجامع الأعضاء عند الميت ما كيدوز حتى كيتأكد الفرقة الطيبية مختصة من الموت الدماغي دياله ومنه كيموت الدماغ ما كيبقاش ممكن يتدر الإنعاش هيتسيد ولا السيدة ما تدير بالصحة هناك تجي فرقة طيبية أخرى لكتكلف بالجامع مراها كيسدوا قاع الفتحات وكتقدر العائلة تخرج الجتة باش يتفنوها جامع وزرها الأعضاء ما كيتدرش في مكان هذه العمليات مسموح بهم من طرف فرقة طبية مختصة وفي سبيطارات محدودة اللي هما سبيطارات جامعية اللي كينا في مراكش دار البيضة رباط فاس ووجدة دابا هدرنا شوية القانون أجي نهضروا على الأعضاء اللي نقدرون نعطيهم كين أعضاء اللي نقدرون نعطيهم وحنا مازالين حيين بحال طريف من الريا كلوا لمصار طريف من الكبدة وحتى العظام في حالة خاصة وعاد كان الأعضاء اللي ما نقدرون نعطيهم وحنا حيين حيث ما نقدرون نعيشوا ملا بهم بحال قلب المعدة بانكرياس والقورنية ديال العين بحال أي عملية جراحية طب الروب الأعضاء فيها نسبة ديال الخطار ولكن 97% ديال الناس اللي اعطاوا العضو مطرى ليهم حتى مشكي عشر سنين مور العملية تقيد في سجل ديال موافقة حاجة شريفة بزاف اللي تقدر تعتق بزاف ديال الناس كلوا كتحيد الحاجة في الدياليز بانكرياس كي يقدر يداوي شي ناس مرض بالسكر والقورنية ديال العين تقدر ترجع النظار الجسم ديالنا ما كيصلحش لنا مور الموت اللهم انتبرعوا بالأعضاء ديالنا حيث هكا كانت تبرعوا بالحياة انتمنوا هاد الحلقة تكون عجباتكم وما تنساوش طبيعة الحال تخليوني لنا الاراء ديالكم التحت في الفيديو شكرا متاعب وانتلاقاوه سيما نجاي ان شاء الله